نحو جاو يشد شوغيل كوكالا مايغا الخطى زيارة مرتقبة هي الأولى منذ تعيينه رئيساً للوزراء قبل ثمانية عشر شهر تحمل بدءاً من الجمعة وعلى مدار أربعة أيام ملفات أمنية وأخرى اجتماعية تنموية تتأرجح على حبل واقع المنطقة تسر مصادر إعلامية أن زيارة مايغا تتضمن تأكيداً على دعم الحكومة الانتقالية القوات المسلحة المالية في تنفيذ مهمتهم السيادية في ذاقية أرهقتها التهديدات الإرهابية وعلى الصعيد التنموي يحمل معه رئيس الحكومة المالية مدداً من المساعدات الغذائية ومشاريع لصالح قاطن المنطقة إضافة إلى إعادة تفعيل عدد من المصالح الإدارية المتعطلة يربط متابعون الإطار الزمنية لتنقل مايغا نحو جاو وسياقه الجيوسياسي بالنهج الذي تسير عليه السلطة الحاكمة في مالي نحو بسط الأمن والاستقرار في كامل تراب البلاد ومن ذلك تسريع تنفيذ بنود اتفاق السلم والمصالحة المنبثقة عن مسار الجزائر كما تجلى ذلك مراراً في عدة زيارات رسمية متبادلة أجمعت في مجملها على ضرورة تثمين مبادرة الجزائر باعتبارها تلقى إجماعاً لدى الأطراف المالية من جهة ولثقة للجزائر الإقليمي والدولي من جهة أخرى والذي أسندته السلطات الرسمية في باماكو بتوطيد علاقات ثقة متينة ما يجعل الجزائر فاعلاً هاماً ومرتكزاً صلباً يتكئ عليه الجميع لإيجاد حل أزمة شمال مالي وما زيارة مايا إلى غاو خلال الساعات القادمة إلا مؤشر على وجود نية صادقة لدى مالي لإعطاء دفع قوي لمسار السلم والمصالحة الذي ترعاه الجزائر